استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير بمكتبه ومسلت مديرة مكتب البرنامج العالمي للأغزية حيث قدمت الممثلة تقريرا لرئيس الحكومة حول إطلاق أنشطة عمل البرنامج لهذا العام تقرير حسن درموت رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير استقبل السيدة ماري إيلين ماك ممثلة وممديرة الدول البرنامج العالمي للأغزية المقيمة في جاد السيدة إيلين ماك مديرة مكتب جاد التي جاءت لتقديم كيفية انطلاق أنشطة عمل البرنامج الأممي لهذا العام وذلك للقيام بتقديم الأطئمة الخزائية للاجئين والنازهين من دول الجوار وبالأغز الأطفال على وجه الخصوص رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير أكدت تضامن الحكومة الجادية بالتعاون المشترك بين جاد وبرنامج الأمم المتحد للأغزية لتنفيذ عمله بكل دقة في عنجاء هذه الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الأممي من أجل مساعدة اللاجئين في جاد وذلك تبقى للأهداف ودور البرنامج في تنفيذ المهام والمشاريع في أنحاء العالم